اشتركوا في القناة 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 فكره من خلال أداء نادي الزمالك في الفترة اللي فاتت أو في الفترة اللي جاية وفي نفس الوقت زي ما قلتلكم برضه قبل كده أن فريرة اتخدم بتوقف الدوري أن فريرة لما مجلس دارة نادي الزمالك تعقت معاه كان لسه الدوري شغال فكان حيجي في وقت صعب لكن لما الدوري وقف وما فيش كورة وما فيش دوري فقدر يشتغل أكيد مع اللعيبة وقدر يوصل فكره خلال الفترة اللي فات من خلال المنشاط الوديه والتدريبات لكن إن شاء الله هنتفرج عليه في المنشاط الرسمية وبرضه نقدر نقول البداية مع فريق يعني هنقول متوسط المستوى أقل من المتوسط فده هيفرق برضه معاه هيددينه إن شاء الله الزمالك يكسب مكسب كويس يدينه دفعة معنوية ويدين لعيبة وفي نفس الوقت الأمور تمشي بشكل كويس داخل نادي الزمالك نروح للحج أحمد الصحيفي المشرف العام على نادي الجونة ونعرف منه الأجواء بقى في الجونة وأنا سامع إن الملعب متظبط والشهرين اللي فاتوا ده يعني توضب كويس جدا والنجيلة أصبحت بشكل مميز في نادي الجونة إزاك يا حج أحمد إيه مدى حضرتك أخبار حضرتك إيه وسامع كمان يعني كنتم أكلم مع لعيبة من نادي الزمالك بيقولوني الملعب بقى حلو جدا أه والحمد الله طبعا إحنا حضرتك من بعد مات الشرطة بدأنا نصيانة في الملعب يعني الحمد اللي وصمنا النسبة يعني ممتازة فاضي حج أحمد إنت عملت دوس على التليفون طيب اقفل وكلمه تاني فيريرا المدير الفني نادي الزمالك بيقول يعني عمل نظام كده في الفرق اللعبة هتنام النهاردة الساعة عشرة وتصحى الساعة سبعة بيقولوني لازم اللعبة تلتزم بإيه تعليماته الجهاز الفني اتفرج على مباراة ليه فريق ريون سبورت أمام إيه حج أحمد تفضلي باشي والله والحمد لله يعني من بعد مات الشرطة بدأنا صيانة في قبلية الملعب لأن كانت طبعا وصلت لمرحلة سيئة شوية جدا يعني الحمد لله يعني وصلنا النسبة كبيرة جدا مش اقول يعني ان هي مية في المية بس الحمد لله يعني اوقفت بأول يعني بكيل جدا جدا وعلق مصر غير اللي هو المدير الفني لازمالك لك أنا كنت يعني اتفجأة الملعب كنت متوقعا على الكلام نسمعته هو حيش لكن الملعب كويس ومتفاعل به جدا اتمرنا الزمالك عليهم بارح والفريق لأفريق اتمرع ملعب الفرعي ونعرض الزمالك لفريق لأفريق اتمرع ملعب الرئيسي وبعدين الزمالك ملعب اتمرع ملعب الرئيس ثاني النهاردة والحمد لله يعني كنت متوقع معهم بعد الثلاثة والحمد لله كل شيء كويس ولسه الزمالك خارج من الاجتماع الفني للمباراة هم هي فرقة ناس يعني طيبين جدا فرقة الروانتا يعني فيها لي فرقة يعني جايين كل مجموح من 25 فردي يعني اي اي اتفعوا ان الزمالك هيلبس التشيرت الابيض وطاقمه الطبيعي وهم هيلبسوا ازرق هيلبسوا ازرق وما كان الاختلاف على اللي فرقة مرمى كان باثنين اصفر هم فالزمالك مشكورا كان نازل وحيد بس الجون اخضر ولان هم محبش ارطاق ملاصر بس لبون اه والتباق بالحمد لله ودوقتي رايحة طبعا الامن فيه تنصيق مع الامن على رسل الدخول للصحفيين يعني ما بايش في اي حاجة بوكل ان شاء الله والناس اللي جاي من مجلس درط والزمالك واتلاتة جاي من مجلس درط نادي الهونجي فان شاء الله تعبوا على خير وعتمنى الفوز بنادي الزمالك كده وان شاءالكم بداية مؤفرة المصر الساعة كان بالزبط يا حج أحمد إن شاء الله ساعة 3 إلى 4 إن شاء الله 3 إلى 4 ركبتوا الأدواء الكشفة في استادي جونة وإنس إن شاء الله نحمل أربع بعد المباراة على نفس الأدواء الكشفة وأرجم Lizzo ملعب كمان إن شاء الله والله؟ آه، والله إن شاء الله طيب، والجو أخباروا إيه في الجونة حر أو الجو كويس؟ لا، الجو مناسب الحمدُ الله والليماني اللي فاتوا كان حر شديد جداً فكان هنأثر على اللعيبة اه مبارح والنهاردة الجو اه كويس ومعتادر يعني بتيار يعني يقدر العيب يعني الجو اي بقرة وان شاء الله ان من اربعة ايام كان الجو حامس دي فكنت اعلان جدا على درجة حرارة انتصر العيبة اه نادي تمالك في الحاجة لله الجو ممتاز دلوقتي طيب اخبارنا دي الجونة ايه بقى فرقة الجونة اخبارها ايه والله يوم اكيب اتمران الحد يوم الخميس في البونة وسافره وابكن يلعبوا مطش ودي مع دجلة اي ويوم الاربعة ان شاء الله مطش مع امبي في انتظار تحديد معادل ضد الدوري ان شاء الله عودة النشاط عندك معلومات عن عودة الدوري حج احمد ولا لا لا طبع ده كافة جلبة يعني للأسف يعني اللعيبة كمان بتسمع كلامي يعني جيت في اخر تمرين اللعيبة بقول احنا سمعنا عدد المسؤول في اتحاد الكورة الصبح في الراديو بيقول ان الدوري صعب يرجع اتنين وعشرين واحتمال اه لأم اه واحدة اربعة فكنت شكلها تملأ احنا عادين نركز انت امكد في تدريبك انت باقي المحترف تخيل ان بكرة اول مقرار اسمية لك اي فبلاش نسمع عشان انتعال برده كافة من كلمة يعني بقى هاي بكرة صعبة كانوا عارف اللعيبة ما بيحس اني ما فيه دوري او اني ممكن فيه كلام هنا وهنا ممكن بيفق شوية وده اللي هو الشيء الوحيد اللي مستقيم منه مصر بس يقول بس يقولوا بيش حاجة بيديهم يعني بيش حاجة بيدي الانتحاد الكورة المصري دلوقتي الامور يعني صعبة شوية ان شاء الله يكون على اول اربعة يرجع عالدوري ان شاء الله ان شاء الله ويعني في نفس الوقت برضو فيه تفائل بعد نجاح المؤتمر الاقتصادي والوفود الكتير والدول الكتير اللي حد ساهم ان شاء الله مشروعات كبيرة فلازم برضو يعني قطاع كورت القدم والدوري والرياضة تشتغل بشكل مميز عشان ان شاء الله يكون فيه تطور في كل مجالات الحياة في مصر مش ناحية اقتصادية بس من خلال الرياضة برضو برضو كان ان شاء الله بقى لان برضو الحمد للمؤتمر الزادة شيء يفرح جدا لكل شعب مصر والرياضة برضو بتعكس كلام اللي هو يعني مش افصل على المؤتمر اقتصادي لان الرياضة برضو بتعكس تعلم كله ومدأي استقرارنا والاستقرار الموجود في مصر ان شاء الله ونرجع بقى ان شاء الله يعني ان ترجع مصر ان شاء الله اكبر من عودة كتين ان شاء الله يا رب ان شاء الله بشكرك حجة حجة أحمد الصحيفي طبعا عضو مشرف العام على فريق كرة القدم في نادي الجونة هروح لزميلي الإعلامي والصحفي بجريدة المصر اليوم كريم أبو حسين هو متواجد في الجونة يقول لنا برضو بالنسبة لتدريبات نادي الزمالك والأمور ماشية إزاي زكا كريم كريم إزايك ورحب بي كل مشاهدك أنا تنقر الله يخليك أنت أخبارك هي تمام الحكة أحمد بيقول لك جو كويس في الجونة جو جميل جو جميل وجو كورة فعلا يعني في التوفيه بكرا إن شاء الله نادي الزمالك سايب التدريب وسايب المطش وعيد على البحر في كافيه ومروء نفسك لا والله إحنا لسه كنت في الفندو دولاتي لدينا خلصين عشرة وطلقين الأول بتاعتنا يعني عملك أخبار الزمالك إيه؟ لا والله إن نهار دا التمرين كان كويس إحنا ما حضراش تمرين كله لكن أول ربع ساعة كده اللعيب دخل فيه سكة جمدة جدا فيه تركيز كبير فيه حالة كده من التفاعل مسيطرة على اللعيب وعلى الجهاز الفني طبعا حضرنا كلنا الميران الأخير بتاع راين ستور كان طبعا ميران خفيف الراجل ما اعتمدش على الكرة جامد تعرف قبل المطش بيوم على طول بيباز ميران خفيف حاجة بسيطة كده بس هو النهار دا كان مركز على التزديد يعني لما شاف طبعا الهواء وعلى هو طبعا على التغيرات الهوائية في ملعب الجونا وركز مع العاكس النهار دا الجزء من التمرين كده على التزديد يعني من كل حتة في الملعب حتى من الأطراف حتى من الثمنتاشر بقى يقرر المسافات ويبعد عن المرمى ويركز على التزديد دا بترية جامدة جدا عمل حاجة غريبة جدا أنه هو سمح الجهاز الفني لنادي الزمالك واللعيبة كلها نية تحضر التمرين في آخر جزء في التأزيمة الأخيرة كان هو تأخر شوية وطلعبت الزمالك جاد بدري وجهاز الفني جي بدري فدخلوا قبل ما راين سبور يخلص تمرينه فارج ما اعتردش وسامح وما كانش فيه مشكلة جدا أنه لقى تزديد ملك جاد الفني كله قاعد بعد يتفرج على التأسيمة وعلى الشغل الفني واللي كان بيتعامل منهم هو النهار دا برضو مدرب راين سبور هو الجنسيته ايه رواندي ولا جنسية تاني؟ مدرب راين سبور رئيس النادي من يفسه موجود يعني ومعهم اه اثنين صحفيين من دواندا دولهم اللي عملوا القصة بتاعت القلب بتاع الملعب اه هزا اقول لك من من بالضبط حوالي نص ساعة او صعر لربع خلص الاجتماع الفني اه اه تم الاتفاق خلاله على اللبس آآ 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 فريين مثل ما يلاك علاب لبسه آآ راسم الأبيض فس هو فيه تغيير بفيف بس فاحمد شنو هيغير لبسه عشان حارس مرمى رينسبور هيلبس أصفر فأحمد شنو هيغير وهيلبس أغدر مرأب المباراة وفي الاجتماع طبعا اعتمدوا قبل في الفرقين ان فيه الشارات السودة هتلبسوا الجيال حداثة هيتم على شهداء وايك نايت فيه بس حاجة واحدة في المؤتمر اعترض عليها ان هم سجلوا مصور رينسبور ومدير الفريق ومدير الإداري سجلوا بس اعترضهم على الوقت اللي هم تأخروه في المطار يعني هم تأخروه جامد جدا في المطار الفريق هم عشان كانوا جايين من غير تأشيرات مع هو كابتن حمد عنوار أثبت دوت واتكلم مع المرائب ووضح له وقال له هي المتكسرش من عندنا احنا كنا جاهزينه في قبلهم وحتى هم كانوا جايين في المدينة معات غلط بس احنا برضو تحركنا وروحنا استقابلناهم لما عارتنا ان هم جايين في طرف موعد المتاجر يوم الأربع مش يوم الخميس وعملنا اجراءاتنا في وقت وكاس جدا مع وزارة الخارجية المصرية وهم من غير تأشير لدخول مصر في هذه المشكلة اي حد كان يحتلوا كده فكان لازم هم تفهموا الكلام دوت وقلنا الرئيس النادي وبلغناه فهم بس الاعتراض ده مش في محله فهم طبعا مرحب الموراء يعني لما تأكد من المدير إداري بتاع رينس بورد فخلاص يعني الموضوع عد ما فيش أي مشكلة فيه في اخلال الاجتماع يعني ان شاء الله يعني لطاقم التحكيم من اين؟ محمد بن نوزة صحيح؟ من الجزائر محمد بن نوزة اه جزائري اه طبعا جزائري وهم موجودين برضو كان موجود هو الناردة في الاجتماع الفني لتشكيلة الزمالك والمستر فريرا يعني مركز كده والملامح الأساسية بس يعني يبقى الشناوي طبعا جابريو دويدار طلبة في الناحية في الشمال وحزم إمام مراهيم صلاح وحمد توفيق وحمد توفيق ومعروف يوسف وحمد عيد وحفني وباسم مرسي باسم مرسي على خالد أمر لا اعتقد باسم مرسي خالد أمر وواضح حتى النهاردة حتى الراجل النهاردة كريم بنسأله يعني كنا ننصر من ديره فاني الراين سبور على الأهم اللعيبة والنواة في الزمالك فهو يعني استثناء يعني قالك الاتنين السردباكات بسعارة الزمالك قالك كويسين جدا وأنا شفتهم وصاركت على مطش اليوم فهائلين جدا وقال لك I know I think I want to call you اللعب هو شعر طويل أي اللي هو شعر صويل ده على باسم يعني على باسم مرسي على باسم مرسي هو صرون هو يعني معارش ومش عارف اسمه وقال لك يعني حتى برضو كلمة الحزم قال لك اللعب رقم سبع قال لك أنا لعب كويس جدا أي اللعب رقم سبع فهو قال فكرني عن باسم مرسي عنه بلك اللعب بالشعر الطويل ده عنده شعر طويل يعني تمام تماماً يا كريم أنا بشكرك شكراً في حاجة عايز تقولها تانية عشان معاه بس كابتر رمضان السيد من مالي لا تفضل طبعاً طبعاً أنا بشكرك يا كريم بشكرك شكراً جزيلاً روح نليه